أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تثمة قصة أصحاب الكهف يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا اعتزلتموهما ما يعبدون إلا الله فأويل الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم منفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصط لراعيه بالوسيد الآيات السابقة يبين الله تبارك وتعالى لنا أنه كيف ربط على قلوب أهل الكهف فقاوموا وقالوا ربنا رب السماوات والأرض وذلك حين استدعاهم الملك كما سيأتي بعد قليل فهؤلاء الشباب الفتية ذكرهم الله بأنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى عندما وجدوا قومهم على غير ملة الصواب وهي عبادة الأوثان والأصنام اعتزلوهم وإذ اعتزلتموهم وما يعمدون إلا الله إذن اعتزلوا جميع الآلهة إلا الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض والمعبود فاعتقدوا طاعته وحده لا شريك له وانحازوا عن قومهم فقصة هؤلاء الشباب الفتية أنهم كانوا من أبناء الملوك والأمراء الملوك أبناؤهم يكونون أمراء وأبناء الأمراء أمراء فكانوا إذن من علية القوم وكان من عادتهم أن يخرجوا في يوم من الأيام يعتبرونه عيد لهم إلى مكان يقدسون فيه الأصنام ويثباهون بالتقرب إليهم فهؤلاء عندما واجهوا قومهم يعبدون الأصنام انفضوا عن قومهم وانعزلوا كما ذكرت هذه الآية وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته أن يرحمكم فيبعد العيون عنكم ولا يضرونكم بأذى ويهيأ لكم من أمركم مرفقا أي مكانا ترتفقون فيه وتعيشون فيه إلى أن تذهب هذه الغمة وتأخذون حريتكم بربادة الله سبحانه وتعالى وقد أرادوا السلامة لدينهم فانطلقوا واختفوا بالكهف وشيء من التفصيل لقصتهم فقد ذكر السلف المراد بالسلف الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كما قلت لكم قبل قليل أولاد ملوك وأولاد أمراء فكانهم أمراء عندما رأوا هذا الانحراف في قومهم في عبادة الأصنام ما أعجبهم ذلك واستيقنوا أن هذا طريق غير صحيح فالطريق الصحيح وعبادة الله وحده لا شريك له وعندما اجتمع قومهم في المكان الذي يقدسون فيه الأصنام وكان لهم ملك يقال له دقيانوس طبعا أخذ اسم الملك وأخذ كذا هذا يأخذونه عن أهل الكتاب ولا شيء في أخذه عن أهل الكتاب أما الذي منعا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه عن أهل الكتاب أشياء تتعلق بالعقيدة أو بالحلال والحرام أو بالسلوك فربنا لم يترك شيئا إلا بيّنه لنا أما أن ترد القصة في القرآن الهدف من العبرة وأهل الكتاب يتوسعون فيها لأنهم يحفظون هذه الأشياء فلا بأس أن نأخذ منهم أن ملك ذاك الزمان اسمه دقيانوس والذي جاء بعد اسمه كذا فهذا لا يضر هذا الملك كان عنيدا وكان جبارا لا يسمح لأحد في مملكته إلا أن يقدس الأصنام قد يقول قائل طيب يتركهم قدسوا ما يقدسوا الأصنام يعبد ربهم لا العصل في تقديس الأصنام أن يكون وراءها عبادة الأشخاص فالملك دقيانوس هذا أو بزمن النمرود في زمن إبراهيم وراء تقديس الأصنام طاعة نمرود لأنه حامي حمل آلهة فله السمع والطاعة باسم الأصنام العبادة في الحقيقة لهذا الملك ولكن يتستر بالأصنام فذقيانوس كان شديدا في عبادة الأصنام لأنه لو ترك هؤلاء الشباب يعبدون الله كما يريدون ويدعون الناس إلى عبادة الله ورببيته لفسد قومه وتركوا طاعته وطاعوا ربهم لأن طاعة الله هي فطرة الإنسان الإنسان مع الإنسان مثله ولكن رب الإنسان خالق الكورو الإنسان ففطرة الإنسان تميل إلى طاعة الخالق لا إلا العمودية للمخلوق ولذلك كان شديدا في هذا ماذا حصل لهؤلاء الفتح عندما ينزعج أحدهم من قومه وهم يقدسون الأصنام ينعزل يتركهم يبتعد فيرى ظل شجرة يجلس بها وإذا به بعد قليل يأتي شاب آخر يجلس فيسأله الجالس ما بك يسكت قليلا خوفا ثم يقول له ما لي ولا عبادة الأصنام أنا لا أحب إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ويأتي آخر وآخر وآخر يجتمعون كلهم ساكتون يخافوا أحدهم من الآخر اللي حكم المخابرات عندنا حكم الأرهاب ثم يبوح أحدهم للآخر أنا ما أعجب من عبادة الأصنام الثاني يقول له وأنا أيضا وأنا أيضا إذن كلهم على فرد دين وهم عبادة الله سبحانه وتعالى فاتفقوا مع بعضهم وأوجدوا لهم مكانا يأخذون حريتهم ويطيعون الله تبارك وتعالى ولا يهتمون بأحد يحرجهم أو يذلهم بالعبودية ولكن كما تعلمون في المجتمعات التي فيها قهر وأرهاب للحكام مثل حكم العسكر مثل حكم الأرهاب يسمون الدكتاتوريين كل حكم أرهابي وشاه بها بعض الناس فأرسل الملك جنده أخذوهم إلى الملك سألهم ما شأنكم قالوا بكل قوة كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة قالوا قبل أن يعني يوشوا أو يتفقوا على زيارة الكهف ربط الله على قلبهم يعني قوى قلبهم فلم يخافوا من الملك القلب بيد الرحمن أيها الشباب بشكل خاص قد تأخذ الإنسان مظاهر الدنيا خاصة في الشباب ولكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعي الرحمن يقلبه كيف يشاء فالمؤمن المخلص دائما يزيد عن قلبه غير الله قلبه معلق بالله وحبه معلق بالله وأن كان يحب أشياء ثانية من الطعام والشراب والزواج ولكن لا يحب شيئا أكثر من الله أما المشرك هو الذي يميل إلى غير الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فهؤلاء عندما سألهم الملك قالوا بكل جرأة ربنا الرب في اللغة السيد ويطلق على المعبود المطاع الملك أراد أن يسألهم من ربهم من الذي يطيعون قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن نعبد أحد غيره ولن نطي أحد غير الله طبعا الملك لا يريده هذا ولا يسره ذلك يريد منهم أن يطيعوا ويخطعوا لحكمه ولأمره ما له لله الذي يقولون عنه قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها معبودا مطاعا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا تجاوزنا حدودنا حدود عبوديتنا لله حدود بشريتنا لأن الله خلق الإنس والجن للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا لدي عبوده توعدهم الملك وهددهم فلم يستجيبوا له خلاص ربنا لا يبطيعوا إلا الله هذا هو الإله فأمر بنزع ثياب الأمارة والملك عنهم وأهملهم مدة أنزرهم عطاهم مدة وكانت خير في حقهم تركهم يفكروا إما أن يعودوا لعبادة الأصنام التي ورعها طاعة الملك وعبادته وإما أن يقتلهم انطلق الفتية وتشاوروا ماذا يفعلون ماذا يفعلون مع هذا التهديد الحاسم القوي الشديد ملك يفعل ما بوسعه ليجعل الناس يطيعونه ويخضعون له وسيعذبهم حتى الموت أو بدون أن يموت والعذاب صعب إذا مات يستريح الإنسان فالفتنة شديدة ولذلك تشاور هؤلاء الفتية واتفقوا مع بعضهم أن يهربوا هربوا أين ذهبوا مشوا حتى وصلوا إلى منطقة جبنية وجدوا فيها كهف اطرف من أطراف الجبال دخلوا في هذا الكهف ولذلك سموا أصحاب الكهف فالفرار من الإرهابيين إذا لم يستطع المؤمن أن يجاهدهم ليتحرر منهم خلوا باكم المؤمن عندما يستعمل الجهاد يتحرر والمتحكم المتغطرس حكماً أنا عسكرياً أو حكماً دكتاتورياً متوارثاً إن كان يرهب الناس ويعذبهم حتى يخضع له ويطيعوه فهذا هو الحكم الإرهابي إذن قرروا الفرار من الحكم الإرهابي والفرار أيها الإخوة جائز إذا خاف الإنسان أن يفتن ما هي الفتنة ظن بعض الناس أنه إذا لم يطع الطاغوت وعذبه وقتله وقتله هذا فتنه نعم فتنه ولكن ليس التحرر من الطاغوت فتنه إنما ليتخلص من الفتنة فالتبس الأمر على بعض الجهال الذين يظنون نفسهم من العلماء وزعموا أن الناس عندما ثاروا على الطغاة أنشأوا فتنة آذة الناس لا كل الأنبياء جاءوا كلهم أرسلهم الله ليحرروا البشر من عبادة البشر ليتركوا طاعة المخلوق ويطيعوا الخالق ليتركوا طاعة الشياطين الإنس والجن ويطيعوا الخالق ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وهل ترون أن المتغطرس المتسلط الدكتاتوري الإرهابي يترك الناس يتركون طاعته ويطيعون ربهم لا من فرعون مصر القديم إلى فراعن في القرن العشرين بدوا يقتلوا بدعوا حتى يجعل الناس يخضع ولكن ربنا إذا آت الناس القوة والإرادة لا يستطيع طاغية أن يتحكم بهم الأمر بيد الله إذا بعث الحرية في الناس ووجه بوصلتهم إلى الطريق السليم وقالوا الله أكبر سيعينه الله على التحرر إذا كانوا مخلصين نسأل الله أن يرزق المؤمنين الإخلاص في القول والعمل حتى يحررهم ربهم من الطاغوت في كل الأرض الإسلامية المحتلة أو المستعبدة إذا الفرار من الطغاة كما تبين الآية وفتنتهم يعني عذابهم حتى يجبروا الناس على خضوع لهم ويتركوا طاعة الله إذا كانوا لا يستطيعون جهد الطغاة يجوز لهم أن يفروا وينعزلوا وهذا هو المشروع للمؤمن ولذلك جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول يوشك أن يكون خير مال الرجل أو في رواية خير مال أحدكم يعني أيها المؤمنون غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن خرجه البخاري وأبو داون عن أبي سعيدا من خدري يعني ممكن في آخر الزمان عندما يتصلط الطغاة ولا تستطيع أن تردهم كنا في ظروف وغيره لا يعرف ذلك لا يستطيع الإنسان يتكلم ما يريد أمام أخيه فقد يكون أخوه يقبض مال يتجسس عليه إن كان هذا ليس إرهابا فما هو الإرهاب ولكن في عصر الدجال يتهمون المؤمن الذي يريد أن يتحرر من المخلوق ويعبد الله الذي يفهم قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان الشيطان الإنس والجن إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون هذا صراط مستقيم هذا الذي يفعل هكذا أرهابي وهم الذين يقتلونه بالطيران وبالبراميل المتفجرة وبكذا لا ما الأرهابين هنين بس أنا أقول لكم ما هم هم أنجس من الأرهابيين هم عملاء للأجانب عملاء لأهل الكفر يقتلوننا نيابة عن اليهود والدولتين الأخرين التي تحميان اليهود هذا هو حالهم وهذا هو موقفهم واللي يفهم يفهم واللي ما يفهم يتمنى كل نطح حتى يستويه ويأتيه ملك الموت يوشك عليه الصلاة والسلام يقول أن يكون خير مال أحدكم من شدة الفتن من شدة التعزيب حتى يخضعونه غنما يعني يهرب من المجتمع غنما يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن إذن اختار لهم الله سبحانه وتعالى العزلة وألهمهم إياها فقال سبحانه وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله تركتم هؤلاء القوم ومتعدتم عنهم وراحوا رحتم ذهبتم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقه دخلوا إلى الكهف ويقال أن نتبعهم كلب أو معهم كلب يصف الله لنا حالتهم في داخل الكهف فيقول سبحانه وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عنهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تقرضهم أي تتركهم وهم في فجوة منه في داخل الكهف وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله تدبير الله اللي ألهمهم أن يدخلوا في هذا الكهف ما هي خاصية هذا الكهف خاصية هذا الكهف تقول الآية الشمس لا تدخل عليهم بشكل دائم لأنها لو دخلت بشكل دائم تحرقهم وتغير إجسامهم وإذا ما دخل شيء بسيط من شوع الشمس أيضا مشكل بصير في عفونة في الغار في الكهف فيقول ربنا وترى الشمس إذا طلعت تزاور تزاوروا عن تميله تزاوروا عنهم ذات اليمين معنى ذلك الشمس باب الكهف ليس موجها إلى الشرق لأنه إذا كان موجها للشرق تدخل الشمس فيه للشرق وبعد الظهر ما في شمس وليس موجها باب الكهف إلى الغرب إذا كان موجها للغرب تدخل الشمس من باب الكهف وتبقى تحرق فيهم حتى الغروب وإذا كان باب الكهف موجه إلى القبلة تدخل الشمس إليهم من الصباح إلى المساء ولكن تبتعد وتقرر فربنا يعلمنا بهذا التوجيه العظيم أن الشمس يمر معهم شعاع بسيط منها من نورها لثقته البكتريات بسيط نورها وليس حرارتها ذات اليمين الداخل وفي المساء ذات اليسار لمن يدخل على هذا الكهف فهي إذا تسير من الشمال باب الكهف منتجه إلى الشمال وهم لاحظوا الآية وهم في فجوة منه وهم في وسط الكهف ليسوا قريبين من الجدار حتى يتعفن عليهم ويؤثر عليهم رطوبة الجدار وليسوا قريبين من الباب حتى ما تدخل عليهم أشعة الشمس بشكل كبير أو الأشياء الجوية الخارجية وهم في فجوة منه وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد كلبهم نام معهم شوفوا يا إخواني اللي بصاحب المؤمنين والطيبين والعلماء والصالحين يستفيد منهم هذا كلب مشى مع هؤلاء المؤمنين فذكره الله في القرآن فكيف ببني آدم الذي يكون مع الصالحين ومع العلماء يستفيد منهم والذي يكون مع الفاسدين أو الجهال أو الدجالين بتأثر فيهم ويكون ولياز بالله تعالى متسلط مثلهم مثل قارون وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد أباحرس أنم معهم ذلك من آيات الله من قدرة الله هيأ لهم هذا الكهف بهذه المواصفات من يهدي الله فهو المهتد هو الهداهم إلى ذلك سبحانه وتعالى ومي هو الهداهم للإيمان ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد لهم وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود لأن عيون فتحا لو واحد دقل عليهم ظنهم فاقي مستيقظين وتحسبهم أيقاضا وهم رقود نايمين ما حاسين ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لأنه إذا ما تقلبوا تأكل أرض من جسدهم يفتح جسدهم يصير في مكروبات بكثريات وتسير التقيح ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال تارت العهل الجم وتارت العهل الجم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل لو اطلعت عليهم شفتم بهذا المنظر فتحين عيونهم وما حاسين لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا إذن منظر مرعب وكانوا بهذا الشكل إلى أن أيقظهم الراء الله واستمروا سنين طويلة سنرى كما استمروا في حلقة قادمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر